السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع لابتدأي أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة الحمد لله إحنا كده وإنت بتشوف الحصة بتاعتي النهاردة إحنا خلصنا كل الاستراتيجيات بتاعة الديفيجن خلصنا كل الاستراتيجيات بتاعة الملتبليكيشن النهاردة هنتكلم شوية على الريليشن بتوين الديفيجن اند الملتبليكيشن حصة سهلة جدا جدا وكمان يعني سمعت مني قبل كده في الفيديوهات كلام كتير قوي فهتحس إن الحصة الكلام اللي فيها مش جديد عليك تمام يلا نبدأ باسم الله هو هنا بيقولك write the division problem that matches the multiplication problem عايزك تكتب إيه division problem وهو مديلك أصلا الملتبليكيشن بتاعتك ومديلك الريزلت كمان يعني بيقولك إيه 53 multiplied by 6 equals 318 and 18 انت كتب لي division بتاعت المسألة دي ده انت مش هتعمل أي حاجة غير إنك هتزبط النمبرز بتاعتك بس طفاكتين فاكرين التريانجل دوت كنا بنشتغله إزاي قبل كده أنا هفكرك بيه في أول مسألتين وبعد كده هقولك حلها من غير حتى الموضوع سهل وبسيط كنا بنكتب الملتبل اللي هو الريزلت هنا هو 300 and 18 وكنا بنقول إن 2 numbers دول اللي هم الفاكتورز بنكتبهم تحت هنا في التريانجل بتاعي يبه هنا معي 53 ومعي هنا 6 صح كده طيب وهو هنا عايزك تكتب division problem division ايه problem أنت حافظ من شكل التريانجل بتاعك ده إن سري هوندرد ايتين ديفايدد باي السيكس هيدي لك 53 أو سري هوندرد اند ايتين ديفايدد باي السيكس ايكولز ففتي سري خلاص واحد تاني راح كتبها لي سري هوندرد اند ايتين ديفايدد باي الفيفتي سري ايكولز سيكس الكلام ده برضو طبعا صح بس انت لسه ما تعلمتش هاو تو ديفايد باي نمبر كونسيسس اوف تو ديجت فانت أخذت عملية الديفايدد باي نمبر هايز اونلي وان ايه ديجت تمام كده طيب يبقى أنا عملت التريانجل بتاعي واخذت ني سري هوندرد اند ايتين ديفايدد باي سكس ايكولز 53 هي خلصت كده أنا كتبت له رايد زا ديفيجن بروبلم أنا كتبت له الديفيجن بروبلم اللي هو عوزها يلا محل تاني بصوا ها مديلك الملتبليكيشن بروبلن محلولة محلولة يعني مش مطلوب منك بس غير انك تظبط شكل الديفجن من اللي قدامك ده بصوا كده من التريانجل وبعد كده خلاص انت عارف انا معايا سري هوندرد توينتي فايف ملتبلاي باي الفور هتديني وان ساوزند اند سري هوندرد التو نمبرز اللي تحت بعمل لهم ملتبلاي يديني الريزولت اللي فوق صح كده طب لو انا عايز اعملها بقى في الديفجن بتاعتي هبدأ من فين هبدأ من فوق اهو يبقى معايا هون ساوزند سري هوندرد ديفايدد باي الفور بصوا بدأ من الريزولت ديفايدد باي الفور هتدينيه النمبر التاني الكلام ده ايكوز سري هوندرد توينتي فايف بس كده ريليشن بتوين ديفيجن اند ملتبليكيشن ريليشن ريليشن يعني علاقة علاقة بين الضرب والاسمة ملتبليكيشن وديفجن او ديفيجن اند ملتبليكيشن تمام كده ها خلاص حافظنا شكل التريانجل بتاعي وحافظت العملية جاية ازاي احنا خلاص هنحل بقى هنمشي نحل دلوقتي من غير حتى ما نعمل التريانجل ده هو هنا مديني ايه مديني الملتبليكيشن اوبريشنه بيقولك ان سكس هوندرد توينتي سري ملتبليد باي سري ايكوز ون ساوزند ات هوندرد سكستي ناين تمام كده وعاوز منك ايه عايز منك write the division problem write the division problem ابدأ من فين ابدأ من الرقم الكبير اللي بعد الريزلت شو بقى انا معي وان ساوزند ات هوندرد سكستي ناين الكلام ده ديفايدد باي ادي الديفاجن ها وخد الرقم الصغير سري ايكوز خد الرقم التاني بقى سكس هوندرد توينتي سري خلصت بتبدأ من الرقم ايه اللي بعد الايكوز تمام كده وتقوله واخد الرقم اللي عنده انلي وان ديجيت اللي هو السري تمام والكلام ده ايكوز اخد الرقم اللي ناقص خلص خلصت يلا تاني write the division problem بيقولك five hundred and five multiplied by five equals two thousand five hundred twenty five تمام نبدأ من بعد ايه الايكوز يبقى two thousand five hundred twenty five divided by خد الرقم اللي عنده وان ديجيت عشان ده اللي انت تعلمته ايكوز انا خدت خلص divided by five equals five hundred and five relation between multiplication and division multiplication و division علاقة بينهم تمام كده relation يعني علاقة يلا تاني write the division problem بيقولك ان seventy five multiplied by four equals three hundred تمام انت هتبدأ من فين هتبدأ من بعد الايكوز هنعمل ايه نقوله three hundred divided by four الكلام ده equals seventy five خلصت one hundred sixty two multiplied by eight equals one thousand two hundred ninety six division problem عايز اخد من الملتبليكيشن division تمام ابدأ من بعد الايكوز one thousand two hundred ninety six divided by eight equals one hundred sixty two خلاص انا خلصت division تمام كده هي relation بتربط بين three numbers لو اخدت two numbers هنا هو الصغيرين وعملت لهم multiply هيدي لك الرقم الكبير دوت بعد الايكوز تمام خدت الرقم الكبير اللي بعد الايكوز وعملت له divide النمبر اللي هنا اللي هو الصغير اللي عنده only one digit هيدي لك الرقم التاني خلص الموضوع the relation between division وال multiplication بتاعتك تعالوا نبص على story problem اللي معي هو بيقول هنا ايم بيقول مونة بلايز twenty one بنت equally on three tables تمام مونة معها twenty one بنت بنت يعني الوان و بلايز دزم equally هتبدأ ترصصهم equally on three tables how many pentes where placed on each table هي بتعمل هنا هوت ايه بتعمل divide للبنت اللي معيها على three tables تمام كده how many pentes يبقى انا بجيب number of pentes والكلام ده equals twenty one divided boy three tables هي مع twenty one وهتقسمهم على three table z twenty one divided by three دي مسألة سهلة خالص equals seven pentes خلصت يلا نشوف اللي بعدها ها بيقول سورا received three hundred fifty two le for her birthday كي بنوطة الجميلة اللي اسمها سورا معيها three hundred fifty two تمام كده طيب she found some toys شفت شوية العاب حلوة كده that cost eight l e each كل لعبة منهم سعرها eight l e how many toys could she buy طيب صرب الفلوس اللي معاها دي هتقدر تشتري how many toys تقدر تشتري ايه طيب يبقى دي مسألة division تمام كده يبقى انا هقول number of toys هو بيسألني how many toys يبقى number of toys الكلام ده equals خد الرقم الكبير بتاعك three hundred fifty two divided by eight equals يلا نحلها بايه تعالوا نحلها بال standard اخر حاجة كنا متعلمين اهو عملت العلامة بتاعتي وخدت الديفنند بتاع three hundred fifty two وهنا هو divided by eight تمام كده وstart from the left to the right وما تنساش تكتب هنا ال operations بتاعتك divide multiply minus bring down تمام كده لو ما شفتش الفيديو اللي فيه standard لازم لازم تبص عليه عشان تفهم احنا بنعمل ايه تمام يلا نبدأ نعمل ايه divide three divided by eight three اصغر من ال eight كانت بي حط zero والthree تقول five تعالي ساعدين ونقرها thirty five divided by eight انت عندك في time table بتاع eight اي result equals thirty five لا ينس ما عنديش طب خد اللي قبلها على طول طب اللي قبلها دي اللي هي ايه دور كده في time table eight هتلاقي eight multiple four equals thirty two لو خدت eight multiple five هيدي لك forty وال forty اكبر من لكن انت بتاخد اللي قبلها اللي هي eight multiple four equals thirty two دي قبل تمام كده يلا بقى هنروح نكتبله هنا تمام ايه دي الدور على مين ملتبلاي فور ملتبلاي بايل eight سيرتي two يلا مينس اهو five مينس two three three مينس three zero خلاص سواء كتبتها او ما كتبتاش براحتك bring a down هننزل a two اهي هنقرها بقى سيرتي two تاني نبدأ من اول وجديد قبل نت ديفايد سيرتي تو ديفايد بايل eight equals four ملتبلاي فور ملتبلاي بايل eight سيرتي تو يقبلني مينس مينس سيرتي تو مينس سيرتي تو zero خلاص هنا في bring down عندك numbers تانية هتعمل لها bring down هتشد داخل تحت لأ انت كده خلصتها يبقى number of toys اللي هي الكوشنت بتاع المسألة بتاعك equals ايه 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 equals النمبر اللي انا كتبته هنا equals 44 toys خلصت كده يلا نبص على بعد هو هنا بيقول choose the correct answer تمام choose the correct answer the division equation that matches عايز division equation that matches اللي ه علاقة ب مدي لك بقى هنا بص multiplication 126 multiply by 3 equals 378 ايه ايه اني واحدة في دول بص اصلا هو عمل يتحقق عليك بقى مرة كاتب لك minus انا مش عايز minus انا عايز division equation ومرة كاتب لك plus ومرة كاتب لك multiply كل ده انا مش عايزه انا عايز division وحتى مش مديني اكتر من واحدة division اقول دي صح ودي غلط لأ ده هي واحدة بس يعني هي دي لان هو عايز division تمام كده طب تعالوا نتأكد بقى منها انا قلتلك ابدأ من بعد الاكول صح كده وانت بتعمل division equation بتاعتك يبقى لازم تبدأ ب 378 divided by 3 وتجيلك الرقم اللي هو 126 اهو بصوا بدأ من بعد الاكول 378 divided by 3 ودتل 126 طب يلا اللي بعدها choose the correct answer بيقول لي 320 divided by 4 equals من رأيي نحلها احنا الاول هنا قبل ما نروح نبص على choose وندور على الحل اللي احنا هنحل تمام كده ها start from the left to the right 3 divided by 4 3 اصغر من 4 كانت بي 3 هتاخد معاها من 2 ونقرها 32 divided by 4 equals 8 تمام كده وبعدين الدور على 0 او هتنساها 0 divided by 4 equals 0 يبقى الريزلت بتاعتك هنا ايه اهو هروح اختار انا وصق في حل هو بقى مرة يكتب لي ايتي ريماندر سي انا ما معيش ريماندر مرة نا ينتي مرة بيتحك عليك طب يلا تاني هو هنا بيقول لي 30 divided الكلام ده ايه لما عنديش حاجة يبقى لازم تبقى فهم انت هيكون معاك ريماندر طب انا معي ايه قريب من بس قبلها كده على طول معي عشان لو قلت حتديني وال دي فدي مش هتنفع معي يبقى اللي هتنفع معي دي تمام كده طيب وبعد كده انا بقول لك 30 divided by 4 يبقى الفور ده divisor بتاعك انا مش عايز هاخد 7 اهو طب 7 multiplied by 4 بكام 28 وقع 28 دي من 30 هيتفضل معي 2 2 دي ريميندر يبقى 7 ريميندر 2 7 ريميندر 2 2 يلا هي 7 ريميندر 2 روح اخترها في اللي تشوز بتاعتك خلصة المسألة بتاعتك يلا نشوف اللي بعدهم هو بيقولك هنا if 973 divided by 9 equals 325 تمديني المسألة وحلها تمام then the dividend is aim فاكرين وانا كنت بقولك dividend divisor quotient dividend divisor quotient يبقى الرقم الاولين في division operation بتاعك اسمه dividend والتاني اسمه divisor واللي بعد الاكوال اسمه quotient نقول تاني الرقم الاولاني النمبر الاولاني في division operation بتاعك اسمه dividend والتاني اسمه divisor واللي بعد الاكوال اسمه quotient هو بيسألني على dividend يبقى انا رايح للأولاني ده هدور عليه في النمبر اللي قدامي تحت اهو 973 كده خلصة دي بس ده مش عايزك بس غير ان انت عارف ان النمبر ده اسمه dividend والتاني اسمه divisor والتالت اسمه quotient طب نبص على بعدها بيقولك ايه بيقولك 9342 divided by 3 is closer to ايه closer to دي حبيبي معناها قريب لانهي result قدامك قريب لمين يعني هو كده مش عايز result بتاعتك بالضبط مش عايز الكوشنت بالضبط هو عايزها قريبا لمين في دول طب اجيبها ازاي يا ميس هقولك روح بص على اول digit 11 lift تمام كده وشوف الفاليو بتاعته كام الفاليو بتاعته كام الناين دي وانت بتقراها بتقراها ايه ايوه اريدها 9 thousand اريدها 9 ايه thousand اعمل لها كده divided by 3 وقول لي equals ايه ها 9 divided by 3 equals 3 ومعاك بقى هنا 3 zeros ايه عشان 0 divided by 3 zero zero divided by 3 zero zero divided by 3 zero يبقى النمبر التاني اللي هو من دولك ده في الرزلت بتاعته هيكون closer to مين closer to 3 thousand هو حطيت لك حتى 300 انا بيحول لغبتك بيشوفك هتاخد بالك ان انت شغال على 9 thousand ولا على 900 لأنا شغال على 9 thousand يبقى divided by 3 اتديني 3 thousand يلا نبص على بعدهم هو بيقول the division problem in the area model blue division problem بتاعت المسألة دي is a هو حلها خلاص وزبطهم تمام ورسملك وعايز المسألة اللي بدألك بيها تمام كده طب خد بالك كده لو بصيت هو رسمة هو two rectangles area بتاعت الاولاني five multiplied by twenty by one hundred دي الاريا الاولانية والاريا بتاعت الريكتانجل التاني five multiplied by five twenty five تمام كده انا بعلمك تفكر ازاي انا بعلمك تفكر ازاي دلوقتي تمام وانا لما ادي لك مسألة division فانا عايز ان انت تجمعلي two areas مع بعض الاول تمام two areas مع بعض بتجمعهم وبعدين divided by ايه الصيد اللي هنا هوت اللي انا بكتب بص بقا هو بدأ يلغبطك مرة خد لك ايه الاريا الاولانية one hundred divided by five لا ده انا معي two rectangles ومرة خد لك الاريا التانية twenty five divided by five لا برضو ما تنفعش لكن انا عايز انا عايز الصم بتاعهم المجموع بتاعهم one hundred plus twenty five بone hundred twenty five اهو divided by ايه الفايف يبقى انت بتجمع two areas الاول one hundred plus twenty five بعدين تعمل لها divided by ايه الفايف يبقى هي دي اللي هتنفع طبعا عشان يحاول لغبطك خليلك مرة في اللي تشوز بتاعتك او في الاختيارات one thousand twenty five divided by الفايف دي محطوط عشان تلغبطك تمام كده انا خلصت الفيديو بتاعي ما تنسوش بقى لايك وشير ومتابعة للقناة وتعرفوا صحابكم بها عشان الكل يستفيد ودعوة حلوة بظاهر الغيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته